الطلب العزاء أسعد الله أقاتكم بكل خير إذن كما انتهيت في محاضرة الأسبوع السابق قلت بإني رح أنضي قدم باختيار بعض الجرائم الماسة بالأشخاص انتقاءا وسأنتقي هنا في هذه المحاضرة واحدة من الجرائم التي تناولها قانون العقوبات 74-36 المطبق في قطاع غزة وكذلك مشروع قانون العقوبات الذي لم يطبق بعد وهي جريمة التهديد وجريمة التهديد تندرج ضمن باب من أبواب قانون العقوبات المطبق فعليا عندنا في غزة اسمه الشغب والتجمهر والجرائم الماسة بالطمأنينة العامة فطبيعي جدا تحت بند الجرائم اللي بتمس وتخل بالطمأنينة العامة إني ألاقي جريمة التهديد وخطف وما إلا ذلك فحديث اليوم هيكون تحديدا عن جريمة التهديد وبدأ اكتفم حاجة أنه النص الموجود في قانون العقوبات نص يتين وهو نص المادمية بإمكانكم تبحثوا عنه لكن في مشروع قانون العقوبات كانت النصوص أكثر تفصيلا فحتلقين من المواد 259 للماد 261 ثلاث مواد تقريبا بتتحدث بوجه تفصيلة عن جريمة التهديد الآن أنا حتى ولو كان شرحي سيرتكز على مشروع قانون العقوبات وليس قانون العقوبات المطبق فعليا لكن نقدر نقول أنه ما سأتحدث به باستثناء موضوع العقوبة من أركان مادي ومعنوي موجود شرحها وفق مشروع قانون العقوبات هي تنطبق على النص المفعل على أرض الواقع الموجود عندي في قطاعها جريمة التهديد يا جماعة كشأن أي جريمة أخرى تقوم على أركان ثلاثة ركن شرعي يتمثل بأنه لا جريمة والعقوبة إلا بنص وطبعا أنا بكل الجرائم اللي بشرحها خلال هذا الكتاب من القتل حتى آخر جريمة حشرحها بأفترض أن الركن الشرعي موجود لأنه طبيعي مش هشرح لك جريمة وأقعد أفصل فيها وما هو فيش نص في قانون العقوبات بيتناولها فلذلك نقول أن هذا الركن بالنسبة لنا في درستنا ونطب درستنا مفترض لذلك سيكون ارتكازي بحديث عن أي جريمة دائما عن الركن المادي فيها وعن الركن المعنوي جرائم التهديد عموما في مشروع قانون العقوبات يعني تندرج ضمن طائفة الجنايات وفي بعض الأحيان تكون من ضمن الجنح بحسب الأحوال وبحسب التفصيلات اللي موجودة نصوص قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة زي ما أنا حكيت أنه في نص واحد موجود في هذا القانون يتناول موضوع التهديد وعن نص المادة 100 ولو إحنا من نقرأ نص المادة 100 سنجده يقول الآتي قال لك كل من هدد شخص آخر بهدم مسكنه أو إقاع الضرر بذلك المسكن قاصدا بذلك تخوف الشخص أو إزعاجه أو إذا أطلق عيارا ناريا أو ارتكب فعلا من الأفعال الأخرى التي تكدر صفو الطمأنين العامة قاصدا بذلك إرهاب شخص يقيم في مسكن معين أو إذا هدد شخص آخر بإلحق الأذى بذاته أو بالنيل من سمعته أو الضرر بماله أو هدده بإلحق الأذى بشخص ينتمي إليه زي ابنه أو ما إلى ذلك أو النيل من سمعته قاصدا بذلك بفعل لا يفرض عليه القانون القيام به أو إغفال القيام بفعل يخوله القانون حق القيام به قال لك يعتبر أنه ارتكب جنحة يعني عندنا اعتبر المشرع في قطاع غزة تحديدا أنه الحالات التهديد كلها تندرج ضمن طائفة الجنح أما في مشروع قانون العقوبات فيمكن أن يكون جنحة ويمكن أن يكون جناية بحسب الأحوال وهذا اللي أنا قصدته من البداية لما قلت لكم أنه سواء شرحت على المشروع أو على قانون العقوبات حلق الأشياء مشتركة باستثناء ما يتعلق بإيه؟ بالعقوبة يعني هان بعتبروها أحيانا جناية وجنحة في مشروع أما في القانون المطبق قلنا أنه يعتبر إيه؟ يعتبر أنه هو عبارة عن جنحة الآن بدي أتحدث عن الركن المادي في جريمة التهديد ومن هنا بنقدر نقول أنه تبدأ محاضرتنا والكلام المهم فيها طبعا الركن المادي زي ما احنا حكينا بتكون من ثلاث عناصر ركن النشاط الإجرامي أو ما نسميه السلوك وركن النتيجة أو عنصر النتيجة والعلاقة السببية بين العنصر الأول والثاني بمعنى أن يكون السلوك هو الذي أحدث النتيجة هؤلاء الثلاث عناصر اللي بدخلوا في تكوين الركن المادي لأي جريمة بالنسبة لجريمة التهديد أول عنصر من عناصر الركن المادي هو النشاط الإجرامي والذي يتمثل بفعل التهديد بحد ذاته يعني الفعل الإجرامي في جريمة التهديد والذي يكون العنصر الأول من عناصر الركن المادي فيه هو فعل التهديد بحد ذاته الآن لا قانون عقوبات المطبق في اغطاء غزة ولا حتى مشروع قانون العقوبات وضعوا تعريفا لفعل التهديد وهذا أمر مفروغ منه على اعتبار أنه وضع التعريفات زي ما حكينا ليست من اختصاصات المشرع لكن أحيانا إذا بدي يضعها بيضعها لاعتبارات معينة بحط مادة التعريفات لكن في بعض الأحيان يترك مسألة التعريفات لمن؟ للفقه ومن هنا ننطلق إلى تعريف فقه بالنسبة لفعل التهديد فالتهديد هو كل فعل بيصدر من شخص معين ينذر شخص آخر بخطر يريد أن يوقعه به أو بشخصه أو بماله إذن هو عبارة عن كل فعل بيصدر من شخص يختر من خلاله شخص آخر بأنني سأوقع بك الخطر أو الضرر بشخصك أو بمالك يعني كأن يأتي أحدهم ويقول لآخر سأقتلك هددوا في شخصه أو يقول له سأصرق مالك هددوا في ماله وهذا يعتبر فعل من أفعال التهديد ممكنك تصيغ التعريف بالشكل اللي أنت بدك المهم أنه في شخص ينذر آخر بأنه على وشك أن يوقع خطرا بهك سواء كان هذا الخطر شخصيا أو حتى ماليا بناء على ذلك فعل التهديد يتمثل بكل قول أو حتى كتابة لو أحد بعت له ورقة يكتب له فيها عبارات تهديد إذن مش بالضرورة الفعل التهديد يكون قول بل يمكن أن يكون كتابة إذن كل قول أو كتابة من شأنها أن تلقي الرعب والخوف في قلب الشخص اللي نسميه المهدد وبغض النظر عن الخطر الذي يهدد به الجاني المجني عليه إنه إيش هو الخطر اللي بدأ أوقعه فيه كمجني عليه الآن لعل تبدو من تجريم فعل التهديد من كون أنه هذا التهديد يلقي الرعب والخوف في أنفس الناس وبالتالي تضطرب حياتهم وفي بعض الناس يعني تأثرها بعبارات التهديد تختلف من واحد إلى آخر ممكن بعض الناس تأثير التهديد يعني يقلب له حياته رأسا على عقب ولا يتمكن من أن يقوم بوظائف حياته اليومية بس لأنه سمع عبارات تهديد وبتختلف عن إنسان آخر بفرقش عنده التهديدات لكن بواجه عام السواد الأعظم أنه عبارات التهديد تحدث لهم قلقا واضطرابا وتحدث لهم اضطراب في حياتهم اليومية وهنا جاءت علة التجريم وعلة تجريم المشرع لفعل التهديد أو التي جعلته يتدخل ويضع نصا يجرم من خلاله فعل التهديد الآن سؤال يطرح نفسه هنا بالنسبة لفعل التهديد اللي بصدر من شخص ما بأنه سيوقع على شخص آخر أخطارا وهمية أو خيالية زي مثلا إنه شخص يهدد آخر إمرأة معروفة مثلا إنه هي خطيرة وتبعت سحر وشعوذة تقول لواحد والله الله سلط عليك الجن وإني بدي أوقع لك أضرار وفرق بينك وبزوجتك أو بدي أحدث أي ضرر عن طريق استخدام هذا السحر أو الشعوذة الآن السؤال هل هذه الأفعال التهديدية تصلح لأن تشكل الركن المادي أو العنصر الأول في الركن المادي اللي هو عنصر النشاط اللي هو التهديد في جريمة التهديد الآن هنا السؤال هذا هو الذي يطرح على بساطة النقاش في كل أحوال لو إحنا أمعنا النظر في نصوص جريمة التهديد اللي واردة سواء في قانون قطاع غزة أو في مشروع قانون عقوبات لو إحنا جينا على قانون قطاع غزة بتلاقي أن المشرع عدد أفعال التهديد على سبيل الحصر وجعلها في ثلاثة طواف وبالتالي هذا النوع اللي هو التهديد بأعمال السحر يخرج عن نطاق التجريم وفق هذا النص الآن لحنا رجعنا هذا طبعا رأي الدكتور سالم في كتابه وأنه يرى بأنه التهديد بأعمال السحر أو بالأخطار التي ستنجم عن أعمال السحر يراها تخرج عن طائفة التجريم لأنه بكل بساطة لا ينطبق عليها الألفاظ الواردة في المادمية من قانون عقوبات المطبق فعليا في قطاع غزة المادة كانت بتحكي كل من هدد شخص آخر بهدم مسكنه إلى آخره طبعا هذا النص لا يدخل في عداده التهديد بالأخطار الناجم عن السحر والشعوذة بعدين بيقول لك أطلق عيارا ناريا أو كذا كذا برضو لا ينطبق هدد شخص آخر بإلحاق الأذى بذاته أو بالنيل بسمعته أو إلى آخره الآن السؤال هذا النص هل في تحديد لوسائل معينة؟ بكل بساطة هذه الفقرة الثالثة تستوعب أي خطر بأي فعل قد يسلكه الجاني وبأي وسيلة سواء كانت الوسيلة أنه أنا أهدد واحد بأنه أقتله عن طريق السلاح أو أني أنا أحدث له الضرر عن طريق تسليط الجن عليه أو سلوك طريق السحر والشعوذة من أجل الضرر به وبالتالي أنا وجهة نظر الشخصية بأنه هذا الفعل له فعل التهديد عن طريق استخدام الأخطار الوهمية أو الخيالية عن طريق التهديد بتسليط الجن على شخص ولضرر به أرى بأنه يندرج ضمن أفعال التهديد التي شملتها الفقرة جيم من المادة دمية في قانون عقوبات 74-36 مطبخ في قطاع غزة ولا أتفق مع ما ورد في الكتاب بخصوص هذه المسألة بالنسبة للمشروع بعينيش الموضوع كثيرا لكن اللي بدي أعرفه أنه هذه الأفعال عن طريق التهديد وما إلى ذلك باستخدام السحر والشعوذة النرج ضمن نص المادة دمية الفقرة جيم اللي هي بتقول هدد شخص آخر بإلحاق الأذى به أو بالنيل من سمعتها وبالإضرار بماله لعند هنا أسطب هل ذكر لي أي أفعال على وجه التحديد؟ لم يذكر أفعال على وجه التحديد أنا لا أرى بأن هذا النص أورد أفعال التحديد على سبيل الحصر كما يرى مؤلف الكتاب وبالتالي أرى بأن الأفعال هذه تشكل العنصر الأول من عناصر الركن المادي ألا وهو فعل التحديد في حاجة قبل ما أنتقل للنتيجة اللي هي تعتبر العنصر الثاني من عناصر الركن المادي في عنا موضوع اللي هو وسيلة التهديد المستخدمة وموضوع التهديد يعني لما بقول موضوع التهديد يعني فلان بماذا هدد الشخص الآخر وهان بيجي دور الحديث أول شيء عن موضوع التهديد طبعا مشروقة العقوبات كان أكثر وضوحا بمعالجة لهذه المسألة لذلك فرق المشروع بخصوص جرام التهديد بين أمرين ومعيار تفرقته كان هو الموضوع اللي بنصب عليه النشاط الإجرامي وطبيعة طبيعي جدا أنه نتيجة التفرقة هذه حتختلف العقوبة من الواجب أن يتم توقيه على الشخص الجاني بناء على هذا الكلام الموضوع المهدد به الشخص المجني عليه من قبل الشخص الجاني اللي هو المهدد ممكن يكون موضوع جسين زي لما يجي واحد ويهدد واحد بأنه سيقع جريمة عليه ضد النفس أو ضد المال وطبعا مشروع خانون العقوبات قال لك إذا شخص هدد آخر بأن يوقع عليه جريمة من جرائم المال أو النفس التي يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المؤقت أو بإفشاء سر من أسراره إلى آخره يعتبرها المشرح هنا جنايا إذن أحيانا قد يكون موضوع الشيء اللي أنا بهدد فيه جسين يعني أنا بهددك مش بأي إشي بهددك بإشي خطير جدا وممكن يكون موضوع التهديد شيء آخر مختلف عن الموضوعات اللي اعتبرها مشروع خانون العقوبات إنه من الأشياء الجسيمة الآن وكتش ممكن أعتبر إنه موضوع التهديد شيء خطير وجسيم أنت أنا أنا متأكد إنه بعض الناس الآن منكو مش عارفين إيش بقصد بإنه الموضوع تبع التهديد الآن ما يجي واحد يقول لك والله لأسلخك كف أهددك قال لك والله لأضربك كف أو يجي واحد تاني وقال لك والله لأقتل زوجتك الآن السؤال أنت منطقا من الذي يعتبر من بين هدول الحالتين موضوعه أشد طبعا اللي بهدد بالقتل إذن موضوع التهديد يعني كأنه بقول لك بإيش هددك يعني المقصود بموضوع التهديد يعني كأنه بقول لك من قوسين ما الذي هدد به الشخص الجاني هنا مشروع خانون العقوبات قال لي إنه فيه شغلتين ممكن يكون الطائفة اللي يعني أو خلينا نقول موضوع التهديد ممكن يكون جسيم وخطير وممكن يكون موضوع التهديد شيء آخر من الأشياء التي لا نعتبرها يعني ضمن موضوع الجسامة أو لا تندرج تحت وصف إنه هو موضوع تهديد جسيم إلا أنت الشغلات الجسيمة بتتمثل بتقريبا ثلاث حالات في شغيرهم الشغلة الأولى قال لك إذا كان التهديد يتمثل بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال ويكون هذا الفعل اللي هو الجريمة ضد نفس أو المال معاقب عليها بالوضع الطبيعي من قانون العقوبات بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المؤقت كيف بالإعدام؟ يعني إذا واحد يهدد واحد بإنه بدير تقب جريمة قتل ضده ما إحنا عارفين إنه جريمة القتل معاقب عليها بالإعدام إذن هي تندرج ضمن هذه الحالة ولا لا تندرج؟ نعم تندرج لأنه أنا هددت بارتكاب فعل أول شيء ضد النفس هايو ومعاقب عليه بالإعدام وهو فعل القتل لذلك لو واحد هدد واحد بقتل بقول إنه والله موضوع التهديد هنا يكون جسيم وبناء عليه دربالك العقوبة بحد ذاتها بدها تتشدد عقوبة الشخص المهدد أو لو واحد مثلا الحالة الثانية الحالة الأولى قلنا إذا هددوا بارتكاب فعل ضد النفس أو المال ويكون معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد والموقت الحالة الثانية التي تعتبر من الحالات الجسيمة قال لي إذا هدد شخص آخر بإفشاء سر من أسراره أو بنسبة أمر إليه يكون ماسا بالشرف بيكون ماس بالشرف لذلك نقول نقول إنه إذا شخص مثلا هدد شخص آخر بأن ينال من سمعته ويحط من مكانته ويعرضها للخطر بين الناس عن طريق إفشاء معلومة تتعلق بذلك الشخص يعتبر هذا التهديد من التهديدات التي يكون موضوعها جسيما والمشرع هنا غلظ العقوبة بالنسبة لهذا الشخص الآن في نظر القانون أن تكون هذه الأمور المهدد بإفشاءها أو نسبتها للشخص المجني عليه صحيحة أو غير صحيحة بيعنينيش اللي بيعنيني أنه الشخص استخدم عبارات التهديد وأرقت حياة الشخص المجني عليه الآن كمان لا يشترط أن يكون التهديد بارتكاب جريمة أو إفشاء سر من الأسرار أو نسبة أمر من الأمور الماسة بالشرف ضد الشخص الذي يوجه إلى التهديد بل قد يتم التهديد بتلك الأمور ضد شخص تربطه بالمجني عليه علاقة يا مش ضروري أجي أقول والله لا شخص والله لفضحك وأحكي عن علاقتك بفلانة لفلانية وأخلي حياتك بين الناس تخرب وسمعتك ممكن أمسك ابن الشخص وأقول له اسمع بتروح بتوصل لأبوك والله لا أعمل وسويه كذا إذن ليس بالضرورة أن توجه عبارات التهديد أو لكي يقوم فعل التهديد أن أوجهه مباشرة إلى الشخص المجني عليه بل يمكن أن أوجهه إلى شخص طبعا تقوم بينه وبين الشخص المهدد علاقة معينة إذن هذا يا إخوان بالنسبة للتهديد طبعا من ضمن الأمور بتعرفها أنه التهديد بأي أمر من الأمور هذه اللي فيها إفشاء أسرار أو بنسبة أمر من الأمور أو ألزق للشخص مسألة مسألة بشرفه يلي يستوي في نظر القانون أن يكون التهديد عباراته صريحة أو حتى ضمنيا تفهم ضمنيا حتى لو أنا رحت هددت فلان ولم تكن عبارات التهديد واضحة لكن عبارات ضمنيا فهمت من قبل الشخص المهدد تقوم جريمة التهديد بحقي إذن سواء كانت عباراتي صريحة أو كانت ضمنية يستطيع أن يفهمها الشخص المهدد ويدرك مضمونها تقوم جريمة التهديد هنا الآن لو واحد قال لك طب في فلان يجي هدد الشركة تبعتنا هل تقوم جريمة التهديد؟ نعم ليس بالضرورة أن يكون المهدد شخصا طبيعيا ممكن أن يكون شخص طبيعي أو شخص معنوي إذن هذه الثاني حالة بكون فيها التهديد موضوعه جسيما إذن الحالة الأولى قلنا إذا هددت واحد بنفسه أو بماله وكان عقوبة الشيء المهدد في إعدام أو سجن مؤبد أو مؤقت الحالة الثانية إذا هددت شخص بإني أفشي سر من أسراره أو بأن أنسب إليه أمر يمس من شرفه الأمر الأخير من ضمن الحالات الجسيمة قال لي إذا تم التهديد بإلصاق تهمة أخرى أو بتهمة معينة إلى شخص ما بأنه ارتكب إحدى الجرائم يقصد بذلك أني أسند تهمة بارتكاب جريمة معينة بشخص معين عن طريق التبليغ عنه لدى إحدى الجهاد المختصة وهان طبعا يستوي برضو في نظر القانون أن تكون هذه التهمة بارتكاب الجريمة المهدد بإسنادها المجنعة صحيحة أو كاذبة ولا يشترط في هذه الجريمة أن تكون على درجة معينة من الجسامة فقد تكون جناية أو جنحة أو مخالفة يعني إذا شخص هدد واحد تاني قال له والله لبلغ أو بدي أعمل وأسوي وألسق فيك تهمة بإنك ارتكبت إحدى الجرائم قال لي هنا تقوم أيضا جريمة التهديد هدول الثلاث حالات هما اللي بكون فيهم موضوع التهديد جسيما يتطلب الأمر تغليظ عقوبة الشخص القائم بهم وتعتبر في عداد الجنايات أما إذا كان موضوع التهديد أي شيء آخر غير هدول الأمور الثلاثة فقال لي عندئذ تكون جريمة التهديد معاقبة عليها بعقوبة أخف مما إذا كان موضوع التهديد جسيما إذن يا إخوان اللي بنا نقوله إنه وفق مشروع قانون العقوبات إذا كان موضوع التهديد جسيما يكون من طائفة الجنايات وهنا بدأ عدل حاجة بس تحديدا من طائفة الجنايات إذا كان الحالة الأولى اللي هي إذا هددت شخص بماله أو بشرفه أو هددته أو كان طبعا معاقبة عليها بالإعدام أو أستجيل مؤبد أو المؤقت هذه الحالة تحديدا تعتبر من طائفة الجنايات أما الحالتين التنين صحيح فيهم من الجسامة تشدد عقوبة الشخص الفاعل لكن لا تصل إلى أحد الجنايات يعني الحالة الوحيدة اللي نعتبرها جنايات اللي هي الحالة الجسيمة الأولى أما الحالة الجسيمة الثانية والثالثة إفشاء الأسرار وإلصاق التهمة هدول التنتين تشدد العقوبة لكن لا تصل إلى أحد الجنايات وإذا كان موضوع التهديد شيئا آخرا طبعا بيكون أقل العقوبة بكثير وسائل التهديد طبعا التهديد ليس له شكلا محددا التهديد يمكن أن يتم كتابة أو قد يكون شفاهة سواء مباشرة أو بواسطة شخص ثالث تهديد الكتابي قلنا أن التهديد يمكن أن يكون مكتوبا بأي لغة كانت المهم أن يكون اللغة مفهومة وواضحة بالنسبة للشخص الذي سيقرأها وهو المجني عليه كذلك يستوي أن يسطر الجاني عبارات التهديد في خطابه سواء كان موقعا على ما كتبه من عبارات تهديد يعني ممهورة بتوقيعه أو دون توقيع أو أن يتم تدوينها على جدار منزل المجني عليه أو على طرد معين أو أشياء يتم إرسالها عادة إلى المجني عليه العبرة أنه يكون في عبارات تهديد مكتوبة هل قد تنكتب تنكتب على سعف نخيل تنكتب على ورق بردة تنكتب على ورق أيا كان المهم أن تصل لعبارات التهديد إلى الشخص المجني عليه وتكون واضحة ومقلقة من نسبة له بغد النظر وقعت أو لم توقع قد يجي واحد يقول لي طب كيف بدنا نثبتها مسألة الإثبات أنا ما لي علاقة فيها هو بدي يثبت نسبة هذه الأعمال والكتابات إلى الشخص الذي يتوقع أن يكون الجاني أنا مش بتحدث عن موضوع إثبات الجريمة كيف بدأ أثبتها أنا بتكلم بوجه عام الآن أنه يكون في عبارات تهديدية واضحة طيب يثار التساؤل لأن هذا الموضوع جاء في بعض كتب الفقه المصرية أنه التهديد اللي بيكون على شكل صورة رموز معينة أو رسومات معينة هل بياخد نفس حكم التهديد الكتابي؟ قال لك الرأي الراجح بالفقه أنه هذا يعتبر نوع من أنواع التهديد الكتابي زي لما واحد يبعث لك صورة على بيتك ويكون رسم لك فيها أنت وجهك وجسمك وفي خنجر مطعون أنت فيه في جهة القلب بيعتبر هذا الأمر بمثابة تهديد كتابي طيب لو قلنا واحد هدد شخص آخر ليس برسمة وإنما بفعل معين رمزي بفعل رمزي بمعنى أنا أقول لك كيف زي لما ييجي شخص ويحط جمجه مع باب منزل المجني عليه أو يغرس له رموح على باب منزله هل هذا يعتبر تهديدا كتابيا أو شفهيا زي الرسومات العادية؟ قال لك الراجح لا يعتبر هذا الأمر تهديدا كتابيا أو شفويا وبالتالي لا يدخل ضمن طائفة جريمة التهديد المعاقب عليها وفق المشروع ولا حتى قانون العقوبات المطبق عنها في قطاع غزة إذن هذا يا أخوان بالنسبة لتهديد الكتابي ومهم تعرف أن التهديد الكتابي لا يشترط أن يتم في إرسال المكتوب مباشرة للمجني عليه بل يكفي إعداد رسالة التهديد لتصل إلى علم الشخص المقصود من التهديد سواء أرسلت إليه فتلقاها مباشرة أو بعث بها عن طريق شخص آخر ليوصلها إلى الشخص المهدد بحكم علاقة تقوم بينهم تطبيقا لذلك في القضاء أمام محكمة النقطة المصرية أكدت على أنه يسأل عن جريمة تهديد الشخص الذي يدون تهديده في خطاب يرسله إلى زوجة المجني عليه أو صديقه أو إلى زميل أو رئيس له في العمل طالما أني متأكد أن عبارة التهديد بعدها ستوصل من هذا الوسيط إلى الشخص الذي أريده التهديد النوع الثاني طبعا هو التهديد الشفهي ولا داعي أني أنا أتحدث ولا أنت حتى تدور على مزيد من التفصيل بخصوص هذه الصورة يكتفى بأنك تعرف أنه التهديد قد يكون كتابيا وقد يكون شفهيا إلى هذا الحد أكتفي في المحاضرة القادمة بإذن الله هتحدث عن الركن المعنوي بالنسبة لجريمة التهديد وسأتكلم عن جريمة الخطف أيضا شكرا لكم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته